من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل الدراسة لمدة اسبوعين اعتبارا من يوم الاحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في اطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع اي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد واضفت دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان الدولة هي التي تأخذ القرار بمنع الدراسة بكونه كليا او جزئيا حسب طبيعة الدولة وقد تم اعتماد جدوى الامتحانات الدور الاول لشهادة اتمام الدراسة السنوية للعام الدراسي 2019-2020 من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد